جزاكم الله خير وأحسن عليكم وقد تفضلتم شيخ صالح زادكم الله من علمه وتوفيقه وذكرتم أن هناك خمسة من علماء المسلمين ألفوا في الأحاديث الموضوعة هل تذكرون من العلماء من ألف في البدعة والسنة؟ نعم الكتب المؤلفة في البدعة والسنة كثيرة ولله الحمد منها السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ الشقيري المصري رحمه الله ومن علماء مصار السنة المحمدية في مصر ومنها الإبداع في مضار الإبتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر هذه كتب حديثة وهناك كتب قديمة مثل البدع والنحي عنها للإمام ذن والضاح ومثل كتاب الطرطوشي في بيان البدع والنحي عنها وهناك كتب كثيرة وبالأخص في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم للإمام شيخ الإسلام بن تيمية فإن فيه قواعد وضوابط تعرف فيها البدع من غيرها وهناك رسائل وكتب كثيرة إما في موابط البدع وإما في بدع المفردة تكلم عليها أهل العلم بخصوصها نعم